الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا زال الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية ونتكلم في هذا الدرس عن بعض الألفاظ التي لا يجوز أن تقال في حق الله تبارك وتعالى تعظيما لشأنه فمن هذه الألفاظ ألا يقال السلام على الله لأن السلام دعاء للمسلم عليه بطلب السلامة له من الشرور والآفات والله سبحانه وتعالى يطلب منه ذلك ولا يطلب له ويدعى ولا يدعى له لأنه الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو سبحانه السالم من كل عيب ونقص والمنزه عن كل آفة فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته فالله سبحانه وتعالى هو مانح السلامة ومعطيها وهو السلام ومنه السلام وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان يعنون بعض الملائكة كالجبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ثم أرشدهم إلى ما يقول أحدهم إذا جلس في التشهد وقوله فإن الله هو السلام أي إن الله سالم من كل لقص فمن دعا لله فقد تنقص الله وهذا مخل بالتوحيد والسلام إنما يطلب لمن يحتاج إليه لا لمن يملكه ويعطيه ومن الألفاظ التي لا يجوز أن تقال قولوا اللهم اغفر لي إن شئت فطلبوا الحاجة من الله تعالى لا يعلق على المشيئة وإنما يجزم به وبالحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكرها له وقال في حديث آخر إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء آطاه والنهي عن ذلك لثلاثة أمور الأول أنه يشعر بأن الله تعالى له مكره على شيء وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه فإن الداعي بهذه الكيفية كأنه يقول أنا لا أكرهك يا الله إن شئت فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي وهذا غير لائق فإن الله تبارك وتعالى لا مكره له على الفعل وإنما هو يفعل ما يريد بخلاف العبد فإنه قد يفعل الشيء وهو كاره له إما لخوف أو رجاء والثاني أن التعليق على المشيئة يدل على فتور في الطلب وقلة رابة فيه فإن حصل وإلا استغنى عنه كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل لا يهمني ذلك وهذا سوء أدب ويدل على عدم الافتقار إلى الله تعالى والأمر الثالث قول القائل إن شئت يشعر بأن هذا أمر عظيم على الله وقد جاء في رواية مسلم السابقة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه أي أنه ليس بكبير ولا عسير ولا تقيل على الله سبحانه وتعالى وإن عظم في نفس المخلوق وذلك لكمال فضله وجوده وسعة غناه فهو سبحانه وتعالى يعطي العظائم ولا يعجزه شيء كما قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن الألفاظ المنهي عنها أن يقول الإنسان والله لا يغفر الله لفلان فالإقسام على الله تعالى إذا كان على وجه الحجر عليه أن لا يفعل الخير لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك هذا الحديث القدسي يبين خطورة مثل هذه العبارة ومعنى التألي يعني الحلف وقوله من ذا الذي استفهام إنكار وهذا الرجل أساء الأدم مع الله تعالى وحكم عليه وقطع أن لا يغفر لهذا المذنب فكأنه حكم على الله سبحانه وهذا من جهله بمقام الربوبية ولكون هذا الإنسان قد اغتر بنفسه وبعمله فعومل بنقيض قصده والعياذ بالله وغفر الله لهذا المذنب بسببه وأحبط عمل الأول بسبب تلك الكلمة السيئة التي قالها مع أنه كان عابدا لله ولسائل أن يقول هل إحباط العمل في هذا الحديث دليل على كفر من قال والله لا يغفر الله لفلان والجواب أن مذهب الجماهير من أهل العلم أنه لا يغفر إلا إذا استحل ذلك ولكنه يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وللعلماء كلام طويل تحت هذا الحديث حتى أنهم قالوا إن سبب إحباط العمل العجب فالعجب هو الذي أحبط عمله وليس مجرد القسم وهناك أقوال وتفسيرات للعلماء حول هذا الحديث فلتراجع في الكتب التي شرحته ومما يحسن التنبيه إليه أن الحالفة إذا حلف على الله تعالى على جهة حسن الظن به سبحانه ورجاء الخير منه فهذا جائز كما جاء في الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وفي هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد